بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الاكسل مع خالد شعبان طبعا كلنا بيستخدم ادوات البحث والاستبدال داخل برنامج الاكسل وكتير مننا بيقع في خطأ بيأثر عليه في استخدام البيانات وكمان ممكن يطلب بيانات كتير انت شغال عليها ممكن شهور وايام انت بتجمع في البيانات دي بغلطة واحدة عن طريق الاستبدال والبحث بتضيع كل شغلك وتعبك اللي انت شغال عليك وكمان ممكن مديرك يطلب منك ان انت تستبدل او تعدل في شيت معين في بيانات معينة بغلطة واحدة ممكن تضيع كل شغلك وتضيع مجهودك اللي انت شغال عليه يلا نعرف بخطوات بسيطة جدا ازاي نتفادق كل الاخطاء في شغلنا ونشتغل باحترافية والطريقة زكية جدا على برنامج الاكسل يلا بينا نعرف ازاي نستخدم ادوات البحث والاستبدال ونتفادق الاخطاء اللي بنستخدمها على برنامج الاكسل يلا بينا اول حاجة على سبيل المسائل هفترض ان مديرك طلب منك ان انت تعدل على بيانات معينة داخل جدول كبير في بيانات كتيرة جدا طبعا انت محتاج ان انت تظهر له طريقتك الاحترافية في استخدام البيانات وتحليل البيانات اللي انت شغال عليها وازاي تقدر تتعامل مع البيانات بسهولة واحترافية انا عندي بيانات دلوقتي ومحتاج استبدل مسلا رقمية اللي موجود هنا باي رقم تاني او ابحث عن رقم مية اللي موجود هنا بطريقة احترافية بدون استخدام الطريقة العشوائية اللي بتأثر على البيانات اول حاجة علشان ابحث عن بيانات اول حاجة هدخل على القيمة هوم وادخل على الجروب اللي اسمه وادخل على واختار او اختار لو انا عايز استبدل وليكن اختار اول حاجة لو انا عايز ابحث عن بيانات معينة افطير ده انا هبحث مسلا عن رقم مية لو انا بحثت عن رقم مية هنا هل رقم مية اللي ظهر لا ده رقم الف واثنين طيب هو جاب لي الرقم ده ليه علشان في واحد وصفرين اللي هو موجود هنا وفي حالة ان انا هبحث عن رقم مية هستهلك وقت كبير جدا علشان اوصل لرقم مية وكمان لو انا هعمل او استبدل رقم هنا في حالة ان انا هستبدل رقم باي رقم تاني مش هيستبدل رقم مية اللي انا محتاجه فعلي ده هيستبدل اي ارقام تانية فيها رقم مية وليكن رقم مية ده هيستبدله بمسلا خالد فمش هتبقى البيانات بالطريقة الصحيحة والمثالية اللي انا محتاجه طيب اتفادى الخطأ ده ازاي والمشكلة ده ازاي في استخدام البيانات عندي ميزة وخاصية موجودة داخل التبويب اللي اسمه لو دست على هنا هيزهر لي خيارات تانية كتيرة جدا من ضمنها ان انا اماتش البيانات دي او اطابق البيانات فعلية اللي انا ببحث عليها طيب انا بنجرب محدد ماتش هنا وادوس علامة صح عليها لو دست عند هلاقيه ببحث جاب لي رقم مية فقط يعني ما استخدمش المية اللي موجودة داخل الخلاق التانية ولو كتبت رقم واحد هنا هيبحس عن رقم واحد فقط هل هو موجود هيبحس عليه فقط مش هيجيب رقم واحد اللي موجود في باقي الخلاق ودي الطريقة الصحيحة للاستبدال لو انا عايز استبدل مسلا رقم واحد اللي موجود هنا باسم خالد مثلا اكتب مثلا خالد ونعدل على الفورمات اللي هنا لو انت عايز تعمل فورمات وهتستبدله مثلا هندخل على القايمة فورمات من هنا وهنبتدي نختار لون الخلية اللي احنا محتاجين نعمل فورمات عليه وليكن اللون ده وندوس على اوكي وهندوس على ده لو انت عايز تبحس عن كيمة اللي انت هتستبدال و لو انت هتستبدل كيمة واحدة فقط يعني quantitat ما ادوس على هيستبدل خلية واحدة فقط ولا انت محتاج تستبدل كل ما هو رقم واحدة تستبدله بخالة وده التعديل اللي احنا مسلا عايزين نطبقه على الجدول وعايزين نصحح البيانات من خلاله ونصحح البيانات بطريقة مثالية وسليمة هدوس على هنا هنلاحظ ان هو استبدل ست خلايا موجود فيهم رقم واحد استبدلهم بكلمة خالد طيب لو انا عايز ارجع ابحث بقى على خالد هنا علشان اشوف هل هو طبع عليها الاعدادات دي ولا لا هدوس عند هنلاحظ ان هو استبدل بالطريقة الصحيحة طيب في حالة ان انت عايز تبحث بشكل مثالي او بشكل اقدر مثالية وتعرف ازاي تستخدمها لو انا هبحث مثلا على رقم ستة ومش دايس على ماتش هنا هدوس على هلغي مثلا الاوبشن الهنا وهدوس عند فاين دول هنلاحظ هنا ايه هنلاحظ ان هو ظهر كل الخلايا اللي فيها البيانات بس فيها رقم ستة انا هوضح لك الفرق دلوقتي بين انك بتبحث بماتش او بغير ماتش هنا رقم ستة جاب لي عدد كبير جدا من الخلايا اللي فيها رقم ستة طيب لو دوست على ماتش هنا ودوس على وجاب لي الخلايا اللي فيها رقم ستة فقط ممكن كمان تحدد الخلايا بمجرد ما تدوس على اول خلايا وتدوس على شفت وسهم التحت هيحدد كل الخلايا اللي هي فيها رقم ستة ممكن تدخل هنا وتحدد لون معين هنلاحظوا ان هو كل ما هو رقم ستة لونه باللون الاصفر ممكن نميز رقم ستة او الخلايا اللي هي فيها رقم ستة ونميزها بلون مسلا احمر ونشوف هنا كل الخلايا اللي هي فيها رقم ستة هللاقيها مزللة بلون احمر ادي رقم ستة وكمان رقم ستة وكمان رقم ستة اللي موجود هنا احنا عارفنا ازاي كده نتفادى خطأ ان انت لو هتستبدأ الرقم او تبحث عن بيانات تبحث بالبيانات المطابقة فقط بدون التواغل فيه باقي الكم الهائل من البيانات الكتيرة اللي هتضيع الوقت والمجهود وتأثر عليك في استخدام البيانات احنا كده عارفنا ازاي نستخدم طريقة احترافية ومثالية في البحث والاستبدال على برنامج ال اكسل وكمان في اعدادات كتيرة جدا هتستخدمها هنا على برنامج ال اكسل لو انت مسلا استخدم ممكن تبحث عن الورك بوك فقط مش الورك شيت لو انت عندك اكتر من شيت هنا ممكن تبحث بداخلهم وكمان لو انت عايز تبحث بالرو بترتيب الرو يعني انا منجرد ما ببحث هنا بيجيب لي ترتيب الصفوف بيبحث بالصف وبعد كده الصف اللي بعده واللي بعده لو انت عايز تبحث بترتيب الاعمدة هيبحث كزا بترتيب الاعمدة وكمان لو انت عايز تبحث في فقط القيمة لو انت عندك معادلات هنا وعايز تبحث عن البيانات اللي موجودة فيها بطريقة سهلة ممكن تحدد فقط ولو انا عندي معادلات موجودة هنا وانا محدد مسلا الفورميلة هيبحث بداخل المعادلة عن الرقم اللي موجود او البيانات المعمولة بها المعادلة. اما لو انت حددت الفاديو هيبحث عن النتيجة المستخرجة من المعادلة نفسها. وكمان عرفنا ازاي نستخدم الفورمات وفي حالة لو انت عايز تستخدم الاستبدال والبيانات هنا في اكتر من اختيار هنا لو انا عايز استبدل البيانات بشكل عام بدون اه لو انا عايز استبدل خلية واحدة فقط. لو انت عايز تبحث بالترتيب عن خلية خلية من البيانات الموجودة هنا. لو انت عايز تبحث عن كل البيانات وتظهرها في جدول زي ما احنا شايفين. ممكن تتحرك لها عن طريق هنا. وكمان تعرف هي موجودة في اي مكان بالزبط. هنا سي مية وستين. هنا جي مية اتنين وتلاتين. واتش تلتمية سبعة واربعين. وهكذا ممكن كم هائل وكبير من ادوات البحث والاستبدال داخل برنامج الاكسل. احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى المعلومة تكون مفيدة. لو كانت المعلومة مفيدة ليك. ما تنساش تضوس لايك. ولو فيه اي سؤال ممكن تكتبه في التعليقات. ولو انت محتاج شرح حاجة معينة ممكن تكتبها هنا في التعليقات. علشان آآ مزيد من الافكار اللي بنقدمها عن برنامج الاكسل. احنا كده وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى الشرح يكون عجبكم. وما تنساش تشترك القناة والسنونا في الحلقة اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته